في رسالة وجه سمو إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي للسلام دعا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر إلى الاستجابة لنداءات الضمير العالمي بضرورة إرساء سلام شامل وعادل تنعم فيه الشعوب بالخير والوئام وتتهيأ فيه السبل أمام شراكة عالمية فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة التي تؤمن مستقبلا أكثر ازدهارا وطمانينة لشعوب وأشدد سمو على أهمية تحرك المجتمع الدولي باتجاه بلورة رؤية استشرافية جديدة تعمل وفق إرادة جماعية مشتركة لدفع جهود السلام حول العالم عبر التمسك بالمبادئ والقيام السامية التي جاءت بها الأديان السماوية وأقرتها المواثيق الدولية والتي تحض على السلام والتعاون وحسن الجوار وأكد سمو أن شعوب العالم تتوق للسلام والاستقرار لتعويض ما فاتها من فرص الحياة والنهوض وأكد سمو أن مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين كانت وستظل تدعم كل جهد غايته تحقيق السلام وتعزيز التنمية والاستقرار عبر مشاركاتها الفاعلة في مختلف التحالفات الإقليمية والدولية الساعية لترسيخ الأمن والسلم الدوليين ومحاربة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومن خلال عمل دعوب لمساندة قضايا الحق والعدل لإنهاء الصراعات التي تشهدها العديد من مناطق العالم وقال صاحب السمو الملكي رئيس الزرافي رسالة إلى العالم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلام والذي يصادف يوم غد السبت ويقام هذا العام تحت شعار العمل المناخي من أجل السلام قال سمو إن السلام والاستقرار ركيزة أساسية للسير في طريق التنمية وتحقيق أهدافها في النهضة والازدهار وأنه لا يمكن للتنمية أن تزدهر في ظل أوضاع مضطربة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا فالتنمية المستدامة الناجعة هي التي تدرك مختلف التحديات وتضع الحلول والمبادرات لمعالجتها وأكد سمو أن الاحتفال باليوم العالمي للسلام يشكل مناسبة هام لبث روح الأمل وتذكير العالم بمسؤولياته تجاه هذه الغاية الملحة لحاضر ومستقبل البشرية ونوه سمو إلى أن تركيز اليوم العالمي للسلام هذا العام على قضية العمل المناخي من أجل السلام يعكس حجم التهديد المناخي المتزايد الذي تواجهه البشرية نتيجة لما يمكن أن يخلفه من كوارث تؤثر سهلبا على المكتسبات التنموية وكافة مظاهر الحياة الأخرى فضلا عن أنه يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه هذه الظاهرة الخطيرة ويستنهض الرأي العام العالمي من أجل التكاتف في مواجهة واحدة من أكبر التحديات العالمية وأشار سمو إلى أن قضية التغيرات المناخية وما ينجم عنها من مشكلات بيئية تشكل تهديدا حقيقيا وخطيرا لحاضر البشرية ومستقبلها وتؤثر على الأمن والاستقرار الدوليين في ظل تأثيرها المباشر على استدامة الموارد الطبيعية والتي تشكل عصب الحياة وأشدد سمو على أن مثل هذه التحديات يجب أن تكون دافعا نحو تعزيز العمل المشترك لصون المكتسبات التي أنجزتها البشرية بما يتيح المجال أمام الشعوب وبخاصة الأكثر احتياجا للحصول على نصيبها من التقدم والنماء ودع سمو إلى ضرورة وضع إطار أممي متكامل لمكافحة التغيرات المناخية والحد من هذه الظاهرة والتخفيف من آثارها السلبية باعتبارها تهديدا حقيقيا للتنمية والسلام في العالم أجمع وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بجهود ومساعي منظمة الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة نحو إرساء السلام العالمي معربا سمو عن أمله في أن تتحد إرادة الجميع لصياغة واقع جديد يحل فيه السلام والتعاون والمحبة بين دول العالم وشعوبه ويضع حدا لما تعيشه من مآسي وحروب استنزفته على مدى عقود ترجمة نانسي قنقر